ينضم إلينا الآن من لندن الأستاذ بشير عبد السلام المحلل السياسي المختص بالشأن التونسي أستاذ بشير ما الذي يجري في تونس؟ هذا التوتر في الواقع وهذا الكلام عن سحب الثقة سواء من رئيس البرلمان أو من الحكومة الآن هو في ظاهره يبدو سجالا دستوريا سياسيا لكنه يخفي صراعا من نوع ما في تونس أليس كذلك؟ مرحبا أهلا وسهلا صباح الخير للجميع ولمستمعيكم ولمشاهديكم نعم هو صراع سياسي حاد ولا شك في ذلك بين كتل برلمانية جزء منها يمثل نظام ما قبل الثورة وجزء كبير منها يمثل نظام ما بعد الثورة لكن هذا الصراع برغم حدته في الأيام الأخيرة يبدو أنه متجع إلى أن يكون صراع تحت صقف قاعدة قانونية وقاعدة دستورية وهو إمكانية تغيير الحكومة من خلال إما استقالتها أو من خلال سحب الثقة منها الرئيس قيس سعيد وخصوم حزب حركة النهضة يقولون أن الحزب وزعيمه خرجوا على أصول التضامن الحكومي هذا التحرك من قبل مجلس شورى حزب النهضة الآن هل هو دستوري في نظرك؟ ولا شك في ذلك لأن الدعوة إلى حد الآن لم توجه بشكل عنيف إلى استعادة ما كان قبل هذا الدستور ولكن وجهت الدعوة من أطراف كثيرة إلى إنقاذ وضع تقول حركة النهضة وبعض المتحالفين معها أن التضامن الحكومي لم يعد ممكنا بعد أن قدمت الحكومة عدة قوانين لكنها لم تمرر داخل البرلمان باعتباره أن بعض المشاركين في هذا الاتلاف مثل حركة الشعب والطيار الديمقراطي لم يصوت على بعض القوانين ولذلك اعتبرت هي أن التضامن الحكومي لم يعد موجودا سأعود إلى سؤال الأول أستاذ عبد السلام أو أستاذ فشير عبد السلام ما الذي حدث للانسجام في هذا الاتلاف الحكومي الذي حدث أن هناك انسجام برلماني غير الانسجام الحكومي وهو غريبة بعض الشيء ولكن في حقيقة الأمر لعلم الجميع أن ما حدث هو في تأسيس الحكومة في حد ذاتها لأن الذي يرعص الحكومة ليس له أي كتلة برلمانية ولا قاعدة سياسية داخل البرلمان التونسي وهو ما جعل الحكومة في حقيقة الأمر تبدو منذ اليوم الأول في تشكيلها أنها ضعيفة جدا لأنها مؤلفة من أحزاب ومن كتل رئيس الحكومة ليس له أي شأن برلماني ولذلك كان يعتبر منذ الأول أن هذه الحكومة كانت ردة فعل على الحكومة الأولى التي لم تحظى بالثقة حكومة السيد حبيب الجملي ولذلك كان ينتظر من الأول أن هذه الحكومة لن تعمر طويلا باعتبار أن رئيسها لا يتحصل وليس له أي سند برلماني داخل البرلمان التونسي الجديد أشكرك جزيلا شكر الأستاذ بشير عبد السلام المحلل السياسي أشكرك على هذه التوضيحات أشكرك جزيلا شكرا